خلاص هو المناطل يعني كأن السائل أو السائل يقول يعني نبغى وسائل تعين على صلاح القلب ممكن أيوه ممكن أول حاجة يجب على كل مسلم و مسلمة أن يعلم أن صلاح هذا القلب هو مسألة توفيق محظ من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ليس للإنسان في هذا لا حول ولا قوة الله سبحانه وتعالى لما ذكر في آية النور قال يهدي الله لنوره من يشاء من يشاء و نحن مسلمين و الصلاة ركن من أركان الإسلام خمس صلوات مفروضة نصليها في اليوم و الليلة و نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة بمعدل نقرأ سورة الفاتحة في الصلوات المفروضة سبعة عشر مرة و نقرأ في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صلاح القلب ما له دخل في القدرات العقلية و لا له دخل في الذكاء و لا له دخل في القوة البدنية و لا له دخل في التسلسل و لا أنه ولد فلان و لا أن أبو الصالح و أم الصالحة أبدا صلاح القلب بيد الله سبحانه و تعالى فلذلك حتى يوفق الإنسان لصلاح قلبه و يريد صلاح قلبه السبب الأول التعلق بالله يعني ممكن نقول الآن الأسباب المعينة على صلاح القلب الأول التعلق بالله ما معنى التعلق بالله و وضحه لك بشكل آخر طبعا سمي تعلق تمسك بشيء نعم شدة إذا تعلقت بالله تبرأ من حولك و قوتك و تصير دائم التعلق بالله من أعظم الأشياء التي تجعل العبد المؤمن دائم التعلق بالله كثرة فعل الطاعات و أكثر منها و أهم منها الدعاء الله الدعاء لماذا لأن الدعاء يجعلك دائما متعلق بالله أيضا وأنت تدعو الله سبحانه و تعالى تظهر لله سبحانه و تعالى أعمال قلبية يحبها الله سبحانه و تعالى تظهر فقرك إلى الله عجزك إلى الله ضعفك إلى الله تظهر انكسارك إلى الله تظهر أنه لا حول لك و لا قوة لك إلا بالله تظهر أنك ما تستطيع الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى فلذلك من أعظم الأشياء التي تجعل المؤمن و المؤمنة يتعلق بالله سبحانه وتعالى أن يدعو و يكثر من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم بما تخص القلب و السنة النبوية في صورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حظيم الدعاء هذا و قول الله سبحانه وتعالى في صورة الحشر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم و الأدعيها التي في السنة النبوية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم و أن تتكلم الآن عن محمد بن عبد الله سيد الأولين و الآخرين غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر قالت رضي الله عنها و عن أبيها كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك و أيضا من الأدعي بالسنة النبوية اللهم مصرف القلوب مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك من الأدعي بالسنة النبوية اللهم أني أسألك قلبا سليما من الأدعي التي في السنة النبوية اللهم اغسل قلبي بماء الثلج و البرد و نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس فلذلك أنا أوصي كل إنسان يريد صلاح قلبه أول حاجة أنه يبرأ من حوله و قوته هذه هداية بيد الله و يتعلق بالله و يكثر من الأدعية كميل و يكثر من الأدعية و يخاطب الله و يشتكي إلى الله بعض الناس قد يكون مبتلى بمعصية لأن هذا القلب سبحان الله العظيم هذه قاعدة ذكرها أحد أهل العلم ما أدري والله أهلو بن القيم رحمة الله عليه هو مبدع في جانب القلوب رحمه الله يقول من تعلق بغير الله قلنا لك نتعلق كذا صحيح من تعلق خذوا القاعدة لك و الأخوان المشاهدين من تعلق بغير الله عذب به مثال إنسان تعلق قلبه بالمال كلهم يحب المال صحيح لكن تعلق قلبه بالمال أنه طال عمرك صار ما يلتزم بأوامر الله و لا ينتهي عن مناه الله و لا يعد مصدر هذا المال يعذب الله بهذا الذي تعلق به لأن هذا القلب يا أبو سعد ما خلقه إلا الله سبحانه و لا يرتاح و لا يهدأ و لا يطمئن و لا ينشرح و لا يسعد إلا بالله و بتوحيد الله و بالأنس و بالله و بمحبة الله و برجاء الله و بالخشية من الله و بكل عمل يقرب إلى الله سبحانه و تعالى سبحانه هذا السبب الأول الذي يساعد يساعد الإنسان على صلاح قلبه